وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةٍ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم نتحدث عن ما ينصب ثلاثة مفاعيل أولا الأفعال منها ما لا يعمل أصلا وهذا ما نسميه اللازم وسيأتينا الحديث عنه ومنها ما يتعدى لكن إلى واحد إلى مفعول واحد نحو ضرب زيد عمرا ومنها ما يتعدى إلى مفعولين وهذا هو الذي فرغنا منه في الباب السابق في باب ظن وأخواتها وقد يتعدى بعض الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل وهذا هو الباب الذي ندرسه اليوم وليس هناك ما هو أكثر من ذلك فليس في الأفعال ما يتعدى إلى أربعة مفاعيل مثلا حتى في هذا الفعل الثالث في خلاف ابن مالك رحمه الله قال في هذا الباب وعنوانه أعلم وأرى وأعلم وأرى لهما أخوات خمس سيأتي ذكرها في البيت الأخير وقد اجتمل هذا الباب على ذكر هذه الأفعال وعلى أحكامها ونأخذ البيت الأول يقول رحمه الله تعالى وإلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صارا أرى وأعلم يقرأ البيت هكذا عدوا أي عدى العرب أو النحيون رأى وعلم إلى ثلاثة إذا صارا أرى وأعلم بأن لحقت بهما هذه الهمزة التي هي في أرى وفي أعلم فإذا قلت مثلا رأيت زيدا عالما وهذه وهذا الفعل وهنا الذي هو رأى هو علمي وليس مصريا ألحق الهمزة الآن أو أدخل الهمزة على هذا الفعل تقول أريت محمدا زيدا عالما فيتعدى حينئذ بهذه الهمزة إلى ثلاثة مفاعين وكذلك أعلم في الأصل علما يتعدى إلى مفعولين فإذا أدخلت الهمزة فإنك تأتي بمفعول ثالث فتقول أعلمت محمدا زيدا عالما هذا هو باختصار ما اقتضاه هذا البيت هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر